أهلا بكم أنا لا أموت هذا النسف من دمي وجسدي بذرة لا تفنى لن تأخذ حقلي فيه كل زرعي ها هنا زرعت قدمي وهناك قد استنسبت أن أزرع يدي اقتلني إن استطعت فأنا لا أموت هنا بيتي وحارتي ومدرستي هنا فلسطين بلدي وأنا هنا كعشق لها سرمدي أبدي هي صرخة تضام مع غزة وأهلها أطلقها مدوية عابقة بروح التحدي والإباء الناشط ذو الفقار من جنوب لبنان قد تكون الشعوب العربية بحاجة إلى ما يرفع المعنويات في زمان تطبيع بعض الأنظمة من دون خجل مع إسرائيل ويسدد ضربات مؤلمة تصيب العدو الإسرائيلي في مقتل بشائر المقاومة في غزة أحيت النفس الوطني المقاوم فانتشرت تغريدات تضامن ودعم واستهزاء بالعدو تحت هاشتاغ كمين العالم وهاشتاغ غزة قاوم هاشتاغ كمين العالم أصبح لترند الأكثر تداولا بعد عرض قناة الميادين حصريا فيديو الإنجاز المقاوم الذي مثل صفعة قوية للعدو كمين العالم عملية وصفها المغردون بالمشرفة والتاريخية إذن تحت هذا الهاشتاغ انتشرت التغريدات زكريا عصام الشهين غرد مستهزئا بالإسرائيلي مر جندي سرق علم فلسطين أتل ستة من أصحابه زياد مكاري غرد من جهته سوف يكتب التاريخ عن أطفال أبطال قاوموا وعن ملوك والسلاطين خوانا طبعوا قيس عن بتاوي غرد حجر مقلاع سكين كوع مسدس كارلوك لاشنكوف ساروخ واليوم سلاح جديد ينضم إلى أسلحة الثورة الفلسطينية العالم جو من جهته غرد انتزعت قلبك بيدك نار عالمي قد قطعتك أما فيديو استهداف المقاومة لحافلة نقل جنود إسرائيليين شرق جباليا بساروخ قرنت موجه انتشر أيضا بقوة عبر تويتر تحت هاشتاغ غزة تقاوم علي جماعي غرد هذه الأرض لا تتساء لهويتين إما نحن أو نحن وأيضا علوي الغريفي من جهته كتب أنا هنا الماء يا محتل والطين الأرض ديني ولا يستوطن الدين عمري صلاة ببيت القدس كم سنة لا تسألوني أنا عمري فلسطين